السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث ونسأل الذكاء الاصطناعي حول موضوع أيضا جديد وظاهرة سلبية أخرى من الظواهر الاجتماعية وهو موضوع الانتحار دائما ما نسمع حول موضوع الانتحار وكيف يمكن لنا أن نستقرأ التقارير والبحوث والكتب والمؤلفات حول موضوع عن طريق الذكاء الاصطناعي فهي بنا نسأل الذكاء الاصطناعي حول موضوع الانتحار طبعا بعض الأسئلة بخصوص الانتحار لن نسأل البرنامج هل الانتحار يعتبر من الظواهر السلبية اطلاقا لا وإنما يمكن أن نتوجه له بالسؤال مثلا ما هي الأرقام والإحصائيات حول موضوع الانتحار في العالم من استقراء هذه الظاهرة السلبية كيف تتعاطى معها المؤسسات الاستطلاعية وكذلك المراكز الدراسية والمؤسسات والجامعات ما هي الأرقام المخزنة حول هذا الموضوع طبعا كانت الإجابات أنه يعد الانتحار من المشكلات الصحية النفسية التي تشكل تحديا كبيرا في العالم وقد يؤدي إلى وفاة الشخص الذي يعاني منه وفيما يلي بعض الإحصائيات حول الانتحار الدراسة الأولى وفقا لمنظمة الصحة العالمية للعام 2021 يتم ارتكاب ما يقارب 703 ألف حالة انتحار سنويا حول العالم مما يعني أن شخصا يموت بسبب الانتحار كل 40 ثانية كذلك يشكل الانتحار السبب الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما ويتم ارتكاب نسبة كبيرة من حالات الانتحار في البلدان ذات الدخل المنخفض المتوسط هذه دراسة أخرى أيضا الدراسة الثالثة وفقا للتقرير نفسه الذي ذكر قبل قليل يعني تم الإشارة إليه تظهر الإحصائيات أنه يمكن الوقاية من الانتحار وأنه يمكن الحد منهم بفضل توفر الدعم النفس والاجتماعي لازم للأشخاص الذين يعانون والاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية أيضا في دراسة أخرى تقول أن الرجال أكثر عرضة للانتحار من النساء ويشكل الانتحار السبب الثامن للوفاة بين الرجال هذه دراسة أيضا دراسة أخرى تقول أنه الإحصائيات تظهر أن الانتحار يرتبط بصورة كبيرة بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقد تؤثر الصراعات المسلحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر وعدم التوازن الاجتماعي في زيادة معدلات الانتحار طبعا هنا أيضا دراسات أخرى كثيرة الهدف ليس الاطلاع على كل الدراسات وإنما استقراء حول هذه الظاهرة السلبية في المجتمع طيب يمكن نخصص السؤال نقول أنه مثلا ما هي الأرقام والإحصائيات حول الانتحار في إحدى الدول ونفرض مثلا في العراق هل توجد دراسات حول هذا الموضوع في إحدى الدول التي تعاني من المشاكل مثلا والحروب والأزمات طبعا هنا أيضا في بعض الدراسات وهذا شيء جميل أنه يبحث في قواعد بيانات عن عدة أمور من ضمنها الظواهر السلبية اللي ذكرناها مثلا يوم أمس وهذا اليوم مثلا ضمن الظواهر أنه في تقرير لمنظمة الصحة العالمية لعام 2021 لأنه هو الشات جي بي تي قام بقراءة البيانات والمعلومات لهذا العام لهذا هو ليس محدث ما بعد عام 2021 أنه يتم ارتكاب نحو أربعة آلاف حالة انتحار سنويا في العراق كذلك أنه الرجال يعانون من معدلات الانتحار أكثر من النساء في العراق وهكذا أنه في بعض الأرقام والإحصائيات مثلا هنا تقرير عن وزارة الصحة العراقية أي هذا يعطينا مؤشر أن هذا البرنامج هو قد قرأ بقواعد بيانات الوزارات الخاصة في الدول فنحصل على معلومات قيمة مثلا يقول أنه الأمراض النفسية تلعب دورهم في حوالي 20 إلى 25 من حالات الانتحار في البلاد كذلك أنه تحاول العديد من المنظمات والجمعيات العراقية العمل على توعية الناس بأهمية الصحة النفسية والوقاية من الانتحار وتقديم الدعم النفسي والاجتماع اللازم للأشخاص الذين يعانون من المشاكل النفسية والعاطفية هنا طبعا فقط للمثال سألتها عن دولة طيب لو نسألك كيف يمكن الحد من ظاهرة الانتحار نتوجه بالسؤال كيف كيفية الحد من ظاهرة الانتحار بشكل عام طبعا سيعطينا بعض التستاتيجيات على المربي والمرشد والموجه أن يدرس هذه الإرشادات وهذه النصاءة حتى تقلل من ظاهرة الانتحار في الدول مثلا الخيار الأول أو استراتيجية الأولى هو تحسين الوعي العام هذه نقطة الأولى يجب توفير الوعي الكافي للناس بأهمية الصحة النفسية وأن الانتحار ليس حلا لأي مشكلة كذلك توفير الرعاية النفسية يجب على الجهات الحكومية أن توفر مراكز تستقبل هؤلاء الذين يعانون من المشاكل النفسية والاكتئاب والاضطرابات والإجهاد النفسي والمشاكل الأخرى التي تكون ظاهرة عند الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة أو هذه الظاهرة أيضا النقطة الثالثة تحسين التواصل والاتصال يجب أن نسمع منهم يجب أن يكون هناك تواصل فعال بين أفراد الأسرة وبين الشخص وبين المجتمع وتشجيع الناس على الحديث عن المشاكل التي يعانون منها والبحث عن من يساعدهم وتقديم الدعم اللازم لهم ولا يعد الانتحار هو حل المشاكل التي يعاني منها الناس أيضا تحسين الظروف المعيشية لأنه كما ذكرنا وهنا أيضا ينصح أنه الموضوع العنف والصراعات والفقر والتمييز هذه كلها تؤدي إلى الصراعات النفسية التي تؤدي بالتالي إلى الانتحار كذلك تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من موضوع الانتحار وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية يجب تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية ونفسية المتاحة للجميع وتوفير الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون من المشاكل النفسية والعاطفية طبعا هنا هو قد توقف أن أترابت من أن يكمل ثم أكمل بنقطة سابعة يقول تشجيع الإبلاغ عن حالات الانتحار أي من تظهر عليه بعض المؤشرات يجب إبلاغ الجهات المعنية يجب أن تكون هناك بعض المراكز الاستشعارية لمعالجة ورصد هذه الحالات بشكل مبكر النقطة الأخرى هي تدريب الكوادر الصحية والمجتمعية وهذا أمر أيضا أهم جدا أنه كيف يتعاملون مع هذه الشخصيات مع هذا المريض كيف يمكن أن يستوعبون ويستقبلون الشخص الذي يعاني من مشاكل نفسية وعاطفية وكيف يقدمون له الدعم اللازم والمناسب النقطة الأخرى التاسعة وهي الموضوع الأبحاث والدراسات وهذا أمر مهم جدا أن تخصص بحوث ودراسات حول هذه الظاهرة ما هي مشاكلها وتحدياتها في المناطق الأقليمية في الدول وفقا للمتغيرات المتعلقة بكل منطقة وبكل دولة وبكل بقعة جغرافية النقطة الأخيرة التي ذكرها وهي توحيد الجهود هذه ضمن الإستراتيجيات أنه يجب توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية بين الحكومة وبين المنظمات وبين الجمعيات وبين المؤسسات بل حتى بين الأفراد للعمل على تقليل هذه الظاهرة السلبية في المجتمع طيب يمكن طبعا نسأل السؤال الأخير على سبيل المثال أنا أعرف مثلا ما هو حد أو ما هي العقوبة الخاصة بالمنتحر في الإسلام ولكن هل هي تعتبر من الأفعال المشينة والمجرمة في بقية الأديان السماوية فيمكن طبعا نتوجه بالسؤال مباشرة إلى البرنامج إلى تشات جي بي تي نخبر ما هي عقوبة الانتحار في الأديان السماوية طبعا الإجابات كانت متنوعة بين الأديان مثلا يقول هنا الإسلام يعتبر الانتحار حراما في الإسلام أو يعتبر الانتحار حراما في الإسلام وتقدم العقوبة عند الله في الآخرة إلا في حالات معينة مثل الشهادة في سبيل الله طبعا هنا هو يرى طبعا أن الشهادة تعتبر انتحار لهذا بعض المصطرحات التي كانت تستخدم العمليات الانتحارية أو عمليات الجهادية أو الاستشهادية هذه كنا طبعا مصطرحات يعني يجب أن تدرس وتأخذ بنظر الاعتبار كما تنص الشريعة الإسلامية على أنه يجب علاج الأشخاص الذين يعانون من الثرابات نفسية أو اكتئاب لحد من مخاطر الانتحار طبعا هنا في المسيحية أيضا تعتبر المسيحية الانتحار خطيئة من الإنسان المنتحر متجرد من الأمل في الله وفي الحياة وبالتالي يكون خارجا عن الحب الإلهي ومع ذلك فإن الكنيسة الكاثولوكية تدعم العلاج النفسي وتقدم المساعدة اليهودية تنظر اليهودية للانتحار بأنه أيضا خطيئة لأن الحياة قيمة عظيمة وعلينا الحفاظ عليها والبوذية طبعا البوذية ليست من الأديان السماوية ولكن يعني هو أدرجها هنا كما لديه الكثير من الأخطاء حقيقة في المصطلحات في المعلومات يعني لا نعتمد عليه مئة بالمئة في المعلومة من باب فقط الاسترشاد وتوجيه البوصة لأخذ بعض الأفكار لا ضير أما الاعتماد عليه كمصدر معلومة هذا غير صحيح فيقول هنا البوذية تنظر البوذية للانتحار بأنه عملية فشل للشخص في الوصول إلى النور وأن الشخص يحتاج إلى المزيد من العلاج النفسي والروحي والتأمل للتخلص من الألم طبعا هدفنا في هذه الحلقة هو للباحثين والخبراء والعلماء أنهم يستطيعون أن يستفيدوا من هذه التطبيقات حتى يستطيعون الحصول على معلومات قد تعينهم في عملية التخطيط للمحتوى أو للبحث العلمي عبر أفكار معينة عبر بعض الإحصائيات الحلول التي تقدم من البرنامج فهذه جميعها كانت الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم للحديث والاطلاع على ظاهرة من الظواهر السلبية في المجتمع وهي ظاهرة الانتحار حقيقة مداخلات قيمة وكانت بعض الإجابات مفيدة جدا استفدنا منها في هذا الموضوع نترك المجال لحضراتكم للتعليق حول هذا الموضوع وهذه الظاهرة السلبية وكيف يمكن الحد منها في التعليقات في أسفل هذا الموضوع وسيتم طبعا إدراج التعليقات المتميزة في الكتاب الجماعي الذي أعلننا عنه وسيتم إدراج اسم الشخص مع التعليق في داخل طيات الكتاب الجماعي حول موضوع سألته الذكاء الإصطناعي إلى اللقاء